عقد الرئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة تنفيذ التوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضم العاملين في مجال المقاولات والتشهيد والبناء وأسر تكافل وكرامة تحت مظلة التأمين الصحي وأكد الاقتماع على الانتهاء من حصر أعداد المنتفعين وتحديد التمويل اللازم لهذا البرنامج للعرض على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة للموافقة عليه اشتركوا في القناة